احديث بلادي هناك عديد القطاعات تستثمر فيها ودخل لك يمكن فلوس اكثر وتناجم تلقى فيها افاق اكبر لكن اليوم انت اخترت انك تستثمر في القطاعات هذي عليش اصل التكوين متاعي الساعة كان من في الاصل منتا متحصل على اجازة في اللغة الانجليزية وبدأت تجربة متاعي في التعليم منتا في الاول منتا كانت تجربة متواضعة لك انها كانت تجربة حلويسر استمتية خينابل واخترت واني نكون في المدان التعليم منتا بغض النظر على مدى المردودية انتها والمربوح انتها دي كاوستاذ من الاول كاوستاذ في الوراء اخترت انك تقدم على المغامرة هذي كانت مغامرة لانه في الوقت ذاك مثلا نرجو في عام 91 و91 كانت اول تجربة ليا بديت منتا اول صندوق دو فورماشون وقت دونتون المستمعي متاعنا في الهتنام كانت انجليش فوريو كنت منتا نقدم دروس خصوصية في اللغة الانجليزية لمن يريد ان يتعلم اللغة الانجليزية او يحفقها اكتر او يتحسن فيها او يعمل فيها ارد رباش كانت غريبة ياسر في الوقت ذاك كانت مش موجودة في 91 واللي كان اغرب منها هي عام 98 وقت اللي حالينا البرومي كولاج شبه بيلات نورم اخرى مختلفة على النورم الموجودة دونتون اللي هي المدرسة الانتشالية مدرسة الخاصة الانتشالية انا وقتها قررت باش نحل المدرسة اعدادية ذات طبع مراتها متميز مش انتشالية انت مستثمر تقريبا في التعليم الابتدائي والتعليم الاساسي لا انا من روضة من ثلاث سنوات من روضة من ثلاث سنوات حتى انك الباكالوري اصعب يظهر لي التعامل مع الشريحة العمورية هذيك في الروضة تكون اصعب من التلميذ العادي ولا التلميذ الثانوي ولا الاعداد بالتجربة كل شريحة عند المشاكل المدحة كل شريحة عند خصوص جابني لانه هي الباز هي اللبنة الاولى في التعليم لانه كان عندك كده الثلاث لتروازان اما الطفل في الاس سنوات بداية التعلم عنده هو تقع فمك الى كان يكون تكوين سليم في الاس سنوات في الاربع سنوات والخمس سنوات اكيد مش تحصر هتميز في سنة اول ابتدائي في اول سنة في المدرسة مش تكون احسن برش تقول انتي من روضة يمشي للمدرسة عند مورد غليب لا ديما في نفس المورد غليب تاخذو مناي من روضة حتى ينتوصلوا للبار تشوف انا اقول مات السنوات هو حلم لا لا مش تكاهم عندوش علاقة حتى عندوش علاقة بالذكاء اولا عندو علاقة بالطلب عندي مثلا ابتدائي تجربة الفرنسية يمكن سين بوسا ياخذوه من الروضة حظانة حتى لنا لا اقول مات السنواتي المؤسسة اللي نخدم فيها ماتا سنة انتروبريز ماتا زمن حط في بنا ماتا مؤسسة ماتا مؤسسة اقتصادية مؤسسة ثقافية مؤسسة تعليمية ومؤسسة رياضية ماتا نتعم مع المؤسسات نتا كمؤسسة وفر السنس دي مون فمتا ماش سبان لوكال ماتا مش مكتب برا محلول برا وكاو ماتا بكوت جونتا ويسمع فينا سيموراد حابت نعرف انا وقت لي جاتك الفكرة انت انك تستثمر في القطاع هذة التمويل كيفاش كان؟ قيت صعوبات في الاتارة التمويل بصراحة التمويل كان صعيب بياسر واحد وعين مش حاجة سهلة واحد وعين مش حاجة سهلة مش سهلة بكل بسرعة لليوم مش سهلة لليوم لانه التشريع متعنا تشريعات تونسيب على الاسف الشديد ماتا احنا تويكا متهمين ماتا كسوها ماتا ماتا عن طريق ماتا الانسان العادي ماتا عن طريق ماتا في النقابات مثلا اسمحها مانا في البلاتو في التلفزة أو في الراديونات يقولوا ماناتا اللي للحكومة والحكومات المتعاقبة لتونس في العشرين سنين الاخرين ماتا تحابي في التعليم الحاس الخاص واتشجع فيه اكثر مانا كيكا يتهموكم وذي تنجيوهم بعض يتهموكم بمحاولة كسر التعليم العمومي ان شاء الله بلطف ان شاء الله بلطف علينا التعليم العمومي هل فائدة اصحاب الرؤوس الامويل ستتمرلون في قتال التعليم ماذا نجيوهم بعض خلين نفهمو البداية اما انتو كافل خلين نرجى نقطة التمويل نقطة التمويل سايبا ياسر لانو اللي كمش تعمل انا بسيس ممتناتيك انا بتجربتي الشخصية دي مالك دي اللي نجمو نحصل اليوم وما دي خديه اموين تيرم شمعت اموين تيرماتا سبع سنوات حياتي تعمل ايكال ايكال يسلون لريكل دولار يسمنك فيها ساحة كبيرة ويسمنك ساهم واسعة ويسمنك بينك ايبا ويسمنك عندك مكبة وعندك كنتين وعندك انتغان دسبان وعندك كل شي ماتا ان بارل دي نفسي سمان كي لوغ ماتا جميش تاخو انتي دو ميليار أو دو ميليار يدمي على سبع سنوات مع الاسفة الشديد خسارة للحكومات المتعقب الكل اليوم حتى بعد الثورة ما فماش رؤيا ما فماش استراتيجية واضحة في التعامل مع القطاع الخاص وما فماش تجيئة عليها خطف فهذه مش تعمل انتين كريديا على سبع سنوين تعمل انتين كريديا على 15 سنة مثلا ما فماش لتران معناش لتران مانات اليوم مانات مخصصة للمدارس كو سواء مدارس الابتدائية والأعدادية والليسي مش موجودين معتب كنا نحب نلوجة نحب ننفسي اليوم في نيبل مثلا منقاش انسول تران مانات ابربخية باش نجمانا نعم فوقه انليسي ونعم فوقه اعدادي ما تنسوش شريك كوميرسيال تعرف الكوميرسيال في نام القداشة وانترميل دينار يترميل دينار لماتر ما تسايك سخمم عشايا ما يخليكش تخدم وما يخليكش معناتها تكون عندك ارياحية في تعطيه اولوية مثلا ناحية البداغوجية وناحية النواحي الثقافية ونواحي الأخرى اللي تمشي مع هو فما جانب تشريعاتي غايب لحقيقة في الاطارة ذي في تجيء على الاستثمار في قطاع التعليم من هذه التيرانيت كما قلت انتي يعني اليوم لابد انه ناخذوا معناتها نفكروا ولا ناخذوا البيدرة وكونا نخصوا بجزء مع تأمل الاراضي في كل ولاية الكل مستثمر يحب يستثمر في قطاع هذه انا هنا ممكن سيش منختلف معك شوية لانو كناخذوا الكراس الاستثمار مجلة استثمار على التشجيع الاستثمار نلقاه فيها قوانين ريادية ما نتوقعون دي ريكي تقراها تقول ذي كراس استثمار جاهتنا مدى المارك كلها مسويات ما نتالي يوم تونس ليست هي التطبيق في دموش المسلم الأوراق نحن لسنا في حاجة الى تشريعات جديدة بل نحن في حاجة الى التفعيل ما هو موجود وكنا نعطيك على سبيل المثالة مانتا نجم قولك مانتا تكون مشجه لأقص درجة لأي مستثمر يحب التعليم يحب ينفع فيه البلاد شوف نعطيك زوز زوز لاذا حاجة منحة استثمار اقصائها خمسة وعشرين مليون من كل في المشروع معتو كان انا مش نعمل مكتب مدلسة ابتدائية مشكلة في دو مليار اللي تاعي يعطيني منهم خمسمائة مليون منحة حق في الوراق اي في الوراق اي في الوراق اي في الوراق معتا اول مرة اطلبتها يجي قبل الثورة تقريبة عامينو هذا سيد الوالي وقت هذا يذكر بالخير دونيطان قال لي ميسيو غاليب جو بانسيك فزيتي بوز انتليجيون كسا ماتا جاينا لك كيف نكا برام الدور ماتا راق يسر في العنوان نعطيك الحاجة الثانية تتكفر الدولة بنسبة خمسة وعشرين في مياه على اقصى تقدير من الاجور المدفوعة الى المدرسين التونسيين القاررين ماتا عشرة سنوات وليتا يخلص معك خمسة وعشرين في مياه من الشفر متاع المسال الريال متاعك سكي اي نارم في مدى ستحترم راحة وانتو كافر مؤسسة تعينا ستنشفر اي نارم ماتا كان النجم يخليني نخدم باريحية اكتر نعطيك تتكفر الدولة بمساهمة العراف والنظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة المدرسين التونسيين القاررين لمدة خمسة سنوات مع امكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة ماتا عشرة سنوات متخلص سنة ساس وزي ماجيني انا عندي قرابة مئة وخمسين معلم مئة وخمسين معلم كاشتا عندي ما انا حكي في نكاها تحسن الضرف المعلم تحسن الضرف المؤسس ماتا ترى انا لسنا في حاجة نتيحة جهرة وضع اراضي على ذمة المستثمرين في اطار عقد لزمة وفقا للتشريع الجاري به العمل ماتا يعطيك ارض بحق الدينار اللمز ماتا مشاشر انت اللي ارض بخمسمائة مليون اول مليار يعطيك لتاع ادي ميل دينار مدانا وينو هذا الكل مش موجود ماتا بصراحة اما فما غياب رؤية فما غياب ارادة سياسية مش موجود عدرب واحدة فما تهميش القطاع الخاص جمعا تفصيلها ما تهميش اللي موجود في القطاع العمومي رأعرض بالك ماتا ماتا في مخي انا كمورة غلاب ما عنديش انقسام في تعليم عمومي وتعليم خاص المجتمع تنسيحاش منظومة كل مهمشة في القطاع العمومي والقطاع الخاص ماتا ذا اللي نجم يقوله ماتا يجعني قلبي على القطاع العمومي لانه غمشة لمدة سنوات وكيف كيف ماتا راه القطاع الخاص لا يحصد ماتا مجهودات فردية بصراحة اما وهنا لك فوضى عارمة انا رأيانا شخصي كنت اسألني تويكا قولك فوضى عارمة في القطاع الخاص كنا نحكيه قبل الفاصل الغنائي هذا كنا نحكيه على ما سميته انت بالتهميش اللي يعاني منه قطاع التعليم تقليم فماش فرق بين التعليم العمومي ولا التعليم الخاص فش يبرز هذا اولا نساك انا ما نشوفش وانه فما ما نت في مخي انا نتحدث باسمي انا لا انت مي الى نقابل لا نحكيه مع الموربي ما نحكيه مع الموربي انا نحكيه كان موربي انا نشوف انه التعليم في تونس هو ما نت مكسب كبير جدا من بعض الاستقلال الى يومين هذا ويجب المحافظة عليه وتطويره هذي نحكيه على القطاع العمومي هذي رؤيتي لي انا مع القطاع العمومي ما دامه تعليمه او خدماته خدمات جيدة اليوم انا يعني انتوا علاوину ما نري وكونوسين فيه اصلاح التعليم اذا كان عندنا اليوم نري اريد اصلاح التعليم ي Familie شابة كثير من من الشواء يجب انه سبس طويل هنا حق المواطن علينا اليوم دولة معناها تحترم نفسها في حكومات متحقب علينا تحترم نفسها او الي جاة والنتقدم خدمات المواطن تلك انت ByeENS avecaleyから 1-4393 تقدم له خدماته في التعليم العمومي خدمات ممتازة عن durchaus وانه يا انه يقول إنه تعليم مجاني أكول إحين نحكيه بلل行خيه�이 نرى الحكومات من وقت الرئيس السابق برقيبة لليوم عاما التعليم في تنقر تشبل ممكن أن تناقش في تنقر تشبل نقص الماء ونقص السانيتير ونقص الترانسبور على كل حال موجودة ما تتسعى الدولة إلى توفير ذلك فين يأتي القطاع الخاص؟ القطاع الخاص يأتي خدمات اللي ما تجمش الحكومة تعطيها لك مش مشموليات القطاع الخاص ينجم يتميز في أعطاء خدمات أرقى من التعليم العموم وإذا حق؟ حق المواطن وأن يكون عنده أنشوع يا أخوة كان أنا راحت في القطاع العمومي تفضل مرحبا؟ ما راحتش راحت في القطاع العمومي؟ نمشي القطاع الخاص مداما كجبت أنت نرجع للقطاع الخاص مداما كجبت أنت اليوم على حاجة المنظومة التعليمية ككل للإصلاح وهذا اللي بدأت فيه وزارة التربية من خلال ما تسرب من بعض الإصلاحات؟ كيف تحكم عليها متفائل أنت بالليقاعد معتها يطبخ طوى من إصلاحات للقطاع التعليم؟ والله أنا ما زلت ما طلعتش معنا تعالى المشروع على الإصلاح بتمامي ما زال مكملش هو نحكي مثلا مرجعة زمن المدرسي مرجعة المناهج التعليمية نحكيه على أنه مثلا من بين النقاط المطروحة مرجعة العطل مرجعة نسبة العشرين بالمئة بتاع البكالوريا وغيرها من النقاط هذا ما تسرب الحقيقة في وسائل الإعلام في انتظار أنه يتم معناها نشره رسميا أنا مش نعطيك رأي كمواطن وكمعناتها أنهم دوتارها معتمدهم مهم تتعليم نشوفوا أنه السيد الوزير وذاهي مش رمي ورود معناتها على مستوى الأفكار على مستوى اللي يطرح فيه معناتها تريزا فونقاعد يست إن شاء الله ربي يكون معا المشي نجم معناتها يطبق الكلام لها كيفيه بوتيتر فيما حاجات معناتها قابلة التطبيق وفيما حاجات غير قابلة التطبيق أصلا سمعت حاجات معناتها اللي هي صعيب شوية بشيخت الكار يغطي نجي جنول في ميدي ميد مع الزميدات المين مدية في الماتل اللي يطرح فيه ستا نام كي منتها إلوميني كليغي فايق عارف ما أسكو منتها الوزارة بيبها حتى سيجما كونسيت بو اليوم مرتب قدم برشة نظام صوتي بصراحة ما صوتي سيجما كونسيت في اللي قالتوا اليوم ترتيب من أفضل وزارة لنقول أنا أكيد فيما مثلا 20% طلبك أكيد ضروري وأنه يقع تلاجع عليها لأنه جابت كثير من التجاوزات وكثير من المصاب على المنظومة الكل خربت المنظومة الكل خربت من تحت رسل 20% هذيك سعيد سمعت التلميذ ما يفهمك شكو تقولي هكاية خربت فسر له كيفاش خربت؟ كم مصلحة يا أخي تخليل 20% هذيك لا هو مصلحة هو مصلحة أكثر وأنه يجتهد أنه يدرس يقوم بالماء يقوم بالواجبات وينجح بكل استحقاق لك تلقى لفمام ما تركانت المنظومة اخديمة ميش خيبرة يتنجح ب10-0-0 ولا تنجح بالإسعاف واللي كانت نجح بالإسعاف يجب أن توفر فيك شروط الإسعاف بوانا ليني شنو ما تنجح سمعني مجيبتش ثمانية إذا ما يقول لنا يكون عنده 16 معنا ترى أنه نخدمه فما تليم ذا عنده 16 معادل في وسط العام يعادي الباك يجيب ثمانية وينجح نجح نعطيك رأي مخالف زادة 20% هذي اللي نحكي وعليها تنجم تسمن مجهود متع التلميذ اللي يعملوا وسط العام علش أنا في وسط العام نجيب 14 أو 15 معادل ليش تهت في وسطة في الليتروات ريميستر علش من بعد أخويا ما تتعرش عليها أنا يصير يتصير أي حكاية نهارتها معدي تشملية نجيب تسع ندوبة شوف يا عايش خواب نحبش نطخل مقصة بوليميك مع تذيق قضية مع تفيها الشيكة ينظر فيها السيد وزير مخصوصتها ومخصوصتها ما وكل شيء يتطرح أنا عندي عشرة سنين طبعا عندي باك الباك المتاعين موضة عشرة سنين في قطاع خاصر حتى مرة ما التلميذ المتاعز تام العشرة في العشرين في المئة دي بما يسمى بالماريتوكراسي تحب تنجح في الباك سيديو ميغيت ما هو في باديو سوسيال ما هاتف مكش تعمل سوسيال انتو مميش صدقة جارية مش عمان لكينا سمعني مخلطش على العشرة نعطيه كينا الزبون توم عندي ما فمماش ما هاتف ستان سيستام إياه تحترمو وتمشي بيه ولا ما تحترموش وتمشي بيه ولاو كان فونت كوميرس كبير برصة فونت كوميرس كبير برصة ويقوم بمشي بيه ويقوم بمشي بيه وبعد ذلك تلقى عنده 14-15-16 معدل ما نتا كنقولك انا فوضى ما انتا موقعتش فممو راقبا ما انتا محاسب كيفاش انا الرشح تلقى عنده 14-15-16 معدل ونبقى نلقى نسبة نجاح عندي سفر ما نحاسبوش السيدة ذا تحاسب هنا في نحكي انا فم فوضى ما هيك فيش وانك تأتيني ترخيص وشوفني جاد معاك ولا انا عملوه لوت عملوه وعندي تنميذ الى غفاة ما نتا طاح في دورة الولى افك 9-40-15 عيشك مش ظلمة 9-40-15 عندي انا ما عندوش لدستاع وننجحش 9-40-15 يبكي بالدموع اقلم سو غلاب اش بيك ما اريد انتاش عشرة سفر سفر ما نجمش سي انا رندي 0.1 سنتيم انا رندي 10 سنتيم ما نتا يما نلعبو اللعبة ما نتا كما هي باستحقاق تنجح وانا مش سولي ما تطهش نقولي انا ذا ينقصو 2 سنتيم واذا ينقصو على السنتيمات واذا يمنسلش بو نعرفو حديث بلادي سي مراد قبل الاخبار كنا احكينا الحقيقة في جملة من المواضيع واسئلتك سؤال في جاوبنا عليه تتهمون اليوم بين ذفرين بانو الخدمات والمنتوج اللي تقدموه هو حكر على اولاد الناس اللي عندها الفلوس معناها اذا كان موظف عادي اليوم يخلص في ستة مئة ولا في ثمانية مئة دينار اللي هي ما تكفيهش ماء وضو ومعيشة متاع كل يوم وترانسفور وغيره ما عاتها انت اليوم تحرمه باش كونه ولده يقرأ عندك انت موش كمورد غليب كمستثمر لانسحب على المستثمرين في قطاع التعليم الخاص كل الحمد لله اللي عندنا معنات القطاع العمومي موجود وهو قطاع معنات مجاني ولذلك يجب ان نحافظ عليه مانا شنو؟ مانا ماجناش عن القطاع الخاص قلنا نحنا نطرح نفسنا او انا على الاقل ما نحكيش باسم القطاع الخاص لا اسمح لنفسي اما المدرسة متاعي لا تطرح نفسها كبديل عن القطاع العمومي يا دي باش نكون واضحين مانا ذا اجابة للمواطنين المدرسة متاعنا هي مدرسة لا تمثل معنات الكثير في السؤال المستوى الريجيونال او المستوى الوطني وهي رافض من الروافض هي محسن للتعليم معنات التعليم العام في تونس مش العمومي العام في الوجه العام ولا تأتي معنات منيش طرح انا مرض غليب مراش معنات لا انادي شخصيا نحكي لا انادي بخصص التعليم معنات قلت واعيد القطاع العمومي هو مكسب ويجب ان نطور فيه الناس اللي تحكي لو انت الشريحة هذه اللي عندها تصرف معدد تغلس 600 و 700 و 800 و 400 حق من حقوقها كيما طبق الثريز ذا كيف كيف حق من حقوقها وانا اتجد تعليم عمومي ذو جودة انا معها جودة التعليم كسوى عام او خاص لماذا اتهم انا نقدم خدمات راقية لماذا اتهم انا اجتهد فيما استطيع فيه واذا كان التعليم العمومي على الاقل في واقعه الموجود ماهوش يقدم فيه منتوج اللي نجم يظاهي ما يقدم في القطاع الخاص لماذا يحرم المواطن العادي الزوالي بش كونه اولاده تلقى نفس التكوين وياخده نفس المنتوج اللي عند ولد مدير عام فيه بانكا ولا عند ولد خلينا نقول لنا متيسري يا عايش كسي عايش الله يهديك ويهدي المواطنين معاك في النقطة هذي بالذات مافهمتش عليش نخرجوا القطاع الخاص بالذات ونخصوه بالذات معناش ديزوتال معناش زروق اتوال معناش مطعم مطعم شعبي ومطعم معناش تروفورشات معناش ديكلينيك وديزوبيتوه موجودين ما عندكش سيارات شعبية قاعدة باع بشين مليون وسيارات ترولي سور لاروت بسينكسون مليل دينار خي موجودين مطال لهم تحب انتي ماتا ماتش نوع نظام لينيني ستاليني الناس كل ماتا ايجو دونامي دونامي زيارة لا ليهم ماتا حسب القانون ورنساك المؤسسة انتانا تربوي رخاصة كل سواء مدرستي انا او مدرست معناش المدرسة الموجودة الاخرى مرخص لها من طرف الوزارة ماشي ناش من مريخ ثم حتى ولون التهم جدلا ماتا هبوا انو كلمتاك صحيح هال المواطن المترفع المدين مباس عليه مواطن مش مواطن الحق وانو يلقى خدمة في التعليم احسن ترايف اخويا ياخي وكي ميقريش عندي هاو بعد الباكي هز ولدو وهزو الرومانيا هاو يزفر روسيا بالدفيس صح او لا؟ الاولى واحد احرى انو تونس تنهض ولا تونس ينهضوا بتونس بل اسعد دمتاحهم وتتضافر الجهود فعو ذلي نحول المعركة بين قطاع عمومي وقطاع خاص ايجا ندي ونداء عام حي على الفلاح حي على العمل حي على الاجتهاد ايجا نخدمه تيج تتضافر الجهود قطاع العام يزم تحسن امبراتيبما يزم تحسن لانو يتوش ايجا نخدمه تونسية تولي وقتها ما اشتلق امام خبزة نعم والله لكنا ذا هو البيئة ورسخوا الازيز مستعد والله العظيم ما انت هو شرفي مستعد اما ما تجمشي عايشك لا تخدم ولا تخلي من يخدم انا نعطيك الخدمات المتاعي وانتي قولت نجم الضهيني او نجم الضهيني ساعة باللي بريمتاعي مش نعطيك البيئة بريمتاعنا في المدر السمتانة تتراوح بريمتاعنا في المدر السمتانة تتراوح نعم بالنسبة للشنوة تعليم الثانوي سيكوندير تعليم الثانوي مثلا حتى الستيام دو بازري ترمية ساكسون دينار السنة اولا ننساك بشاتيك دو رمارك انا قطاع الخاص نوان اضافة نجم نجيبها السيد الوزير اليوم سينجلون مع كل احتراماتي لي عندو السنة يحكي على اصلاح التعليم في المؤسسات متاعنا عنا خمسطاشن سنة نشتغل على اصلاح التعليم يوما بيوم ولي يحكي فيه اليوم كل انجزها في الماضي موش سينجز اليوم نحنا نقدموا ان كالتين مياغ حسب انت القيومية بالنقاس متاحة بشكل متواضع بالنقاس متاحة ان كالتين سيرفيس المستوى البيداغوجي نجم نقول افضل ترايف من العمول او نقولك افضل ترايف بش مقوش افضل برش هذي واحدة ثم نمشيو في تكوين شامل للتلميث المؤسسة التربوية في حياة مفيش كين درس برك كيفودي انت صغير اليوم في السنة اولى ابتدائي وسنة ثانية جاي فاهم علىش يحب يقرأ ما عرش عرش يحب يقرأ جايبين ابوهم ونخطدك وغدك ثماني اسوالي انا وما يخطموا يزمني انا كمؤسسة نوفر له الخدمات الكاملة حتى اشبع وجدين التميث ذلك العقل انتاو الروح انتاو والجسم انتاو هذي كلم راه ومشكلة انشاء راه ساسا النظام اللي تخنو به نظام حصة واحدة ولا كيفية شغل لا نظام حستين احنا اولا نساك مفتوحين على الحضارات والثقافة الاخرى منذ الصغر لا نساك سؤال مباشر فاضح ملاحظات هم اكثر منها ملاحظات تقولي نخطموا بنظام الحصة طيب ولو انو ماشين تاوال اكثر في نظام الحصة الواحدة معناها جورني ليه كملك ملاحظاتي سماني انتو قلت حان كملك انا ملاحظاتي ليه فيما تسرب على اسلاح المنظومة التربوية هل انو زيدك تقولي نظام الحصة نساك هنا على طريقة البدايجية اللي تقرروا بها بلغة التونسي البسيطة معاتها تقريوهم بتاريقة صبلوا معناها المعلومة بالقماع ولا فما تغيير معناها في المنهجية المعتمدة خانك امالك ملاحظاتي وانتي خليك تجواب في راحتك بيه نقولك هنا يا زيدا فينو الجانب انك ترفع على التلميذ متاعك فينو الجانب الترفيهي الرياضي الثقافي هاذا انحبك يا اخويا تجاوبني عليه بارك الله فيك سؤال سؤال ما نتوجيه في محله علش نظام الحصتين اولا نساك من ابتداء من التروازن ندرسه اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بارك الله في تروازن تروازنه وثورة سؤال أحنا الفرنسية والإنجليزية تبدأ في سيزياماني برمار مع تستطيع أن تضاف فوق الأممليات والأمفر أكو لا مع ترذيك تتلزب شوية تاخص بعوشيان أنك يزمك تحط لماتيارة ذهم أكو لا هذي حاجة الثانية وذا ما تدخل في أولويتي أنا بنسبي أنا كمستثمر في قطاع التعليم نحب نشوف تلمذن متاعي أنا في المؤسسة التعلي إنما تريز لفرنسي إنما تريز ميو لانجليني أنه مستقبل البلد بيهذا نسينا نعطي مشيلك مشو ميو ميو وميو برش كونسل ميو برش كونسل في تونس ونعملو سرتيفيكاشون كمتاعنا ابتداء من كتري ماني بريمير حتى ننكي البكالوريا مع البرش كونسل مع ماناتة ونطروا التكولابيراشون مع الـ University of Cambridge ونأخذ سرتيفيكا فيها كل عام هذي هو نريوي الأولويات منتاع لغة الإنجليزية في النظام التعليمي بنسبة لي بنسبة لي لأنني أحضر لك في مواطن تونسي لأنني أحضر لك في مواطن تونسي تجربة تكفص حاجة أخرى التي نجم أقدمها والتي بصراحة كمواطنة لا نجمش نطالب بها الوزارة حتى نعرف أن وزارة شنين مشاكلتها نعرف اليوم المدارسة العمومية مناش تقاسية مناش تعانية تعانية من الشباك المكسر ما الدهنتش التواول رغم المجودات اللي قام بيوم سينة الجلول في الفترة هذه بالإنفرستركتور مثل المدارسة لكن قدمينا بها من الجمش يقدم خدمات اللي هي تسمى تدخل في باب الرفاه صح ولا؟ اليوم أخوال عزيز سيهاشم ترونة روى دوغري عندك أكو ولا؟ الكلاس متاعنا كلهم يصنكليماتيزة في البرد في جانفي الكلاس تاي كلهم شوفي تجم انتي طالب الوزارة تقول انستليلي انكليماتيزار بار كلاس في الجمهورية التونسية كله متنى الجمش ويكون فيها تعصف على الوزارة بصراحة تام أنا الكلاس متاعي ايكيبي دون بيسين عندي بيسين خاصة بالمدارسة سور الامبليوتان نجم أنا نطالب الوزارة نقول لهم سماحني صغيري أنا يقر مدارسة عمية ماذا بيه يحب ذا؟ ماذا بيه نرقد نقوم نلقى أنا سيد وزير عمل لون بيسين برشاكيكات تقول انتي كيف تحكيلي هذير؟ سمعني بالله كما فرنسا لكل ما عنداش اون بيسين البلدية دورها وانا تعمل اون بيسين ريجونال كيف تحكيلي على هذير؟ ياجبك انتي هل من المعقول هل من المعقول الرب الكريم تانم ولد الجه هذير ولد الكابان عندك سان كترفان كيلومتر دو بلاج شط ما عندكش اون سول بيسين بوبليك في انتج متعم فيها انتي دورات تكوينية للصغر غير معقول انا مورد غلاب فرد فردة وفرد يعيشك وكي وفرد فيها تكاليف فيها فلوس فيها مصروف فيها دي كريدي فيها رقبتي انا عند البنكة مش رقبت حتى حد اخر معناتها انا الو بروجيت ذاكي كعملتو اسمو كورونتابل اسمو خلص روح يتلع على اقل الكافاف واذاك عملناه لش نوع عملناه باشا نصغير امتاها انا عالاس دو سنك اون يكومنس ابرندر البروغم فلسنق لدي اكون ايكول باستكتبال اليكول تأتي ب 340 مم كاري ملك اليكول ملك اليكول صحيح ولا؟ ما عليش تعاملت؟ تعاملت بشيء انتظر تلقى طاقة و رغبة و كيف يتعلم باستكتبال يلقى ايكول و يلقى فضاء ملائم في وسط المؤسسة ما تقربت له الاسبوراتيف حتتتين تحت عينيه يجبوا يقولون ان نحب ذيكا عملنا انسانتر سبورتيف أكاديمي دار مرشو منات متميزة فريدة من نوحة على مستوى النشونال حتى ما نقولش على مستوى شمال إفريقي راني حكي على مدرس شوف تواجه طمانسبة ماشي ما تهيان اليوم نطالب لزرق لعمل لي أكاديمي دار مرشو فوش لزيكول بخيفية فوش لزيكول بخيفية فاما عينيه بالشنة بالرياضي رجع لي للميهز الرياضي الرياضي والكلتوريل نوادي ثقافية نوادي في المسرح نوادي في السينما نوادي في الرحلات الداخلية وخارجية ونامنا مسرح في الداخل وفي الخارج نعم 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 في فرنسا نمشي وشاركوا مع أثناش نبيي أوروبيان ولديك لنسي لدوز يام يعني شكو نعطيك مهم إذا كان مدرسة عمية وغدوة توصل تامنام فيه أنا فوزنا وربو الكعب ما نجم كان نفرح أنا أقوله في ذلك أرجالي للمناهج هذا مهم لتحكي فيه العينيه بالجنب الرياضي والجنب الثقافي على مستوى الطريقة العمل لا مش مهم مهم جدا نعرف 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 قبل هذاك حاشتنا بالتعليم حاشتنا بالطريقة اللي نقدم بها معناها المعلومة للصغير هل نفس الطريقة اللي تتقدم بها في التعليم العمومي مع أنه يدخل معلم يكتب الدرس في الوحد ساعة نسب قدش عندك من تلميذ في الكلاس أولا قدش عندك من تلميذ في الكلاس أربعة وعشرية أربعة وعشرية ما كش بعيد برشا للتعليم العمومي قريبا الدوبل لا أما في الدوبل يا رحمه ندك يسوع أكران أكران سنقول لك يوم عنا في مدارس عمومية عرب يكون في عنام ويكون فيهم المعالمين والمديرين والوزارة بصراحة أما ونا أحنا في ندخل وراه تعرف كما شرام فماش مؤسسن تعينا رك عندك دي كلاس دو ساكان تسان كالاف ما نشنو يعني هجماك لحمل بي بي عارش قولي مش مشكلة سيل هاشم مشكلة غدوك مش موجود أنا موجود غيري أنا عارك عندك دي كلاس دو ساكان تسان كي سوسنة إليه بر كلاس اي بي الطريقة الطريقة اللي تتمرر بها المعلومة للتلميذ اليوم طريقة التلقين ذيك اللي موجودة عند المدارس عمومية شو وإلا فم ترق أخرى اللي متعتمدوا فيها فم ترق أكيد لم تتقروا بالايباد شوف سيل هاشم نقرب لك شوية الصورة بي أنت مستثمر خليك مبعد تقرب لي الصورة أم يمر شوية مخرج الحصة فما تاوى بوست بيوب هذا كان جايزي وانتو وانتميت وصلنا للمتلات ثلاثين وثلاثين دقيقة الوسالة من جديد بضيفنا سيد مراد غليب المستثمر في قطاع تعلق مرحبية من جديد وبيك عايشك من النقاط الأخرى اللي نجمو نحكيه وعليها الدنيا المدة هذي قايمة قاعدة بين المطالب يتلبوا بها النقابة وما تحكي عليها أنه أنتوما مثلا بالنسبة المستثمرين في القطاع التعليم كأخواص تطلبوا من الدولة من الحكومة وكونها تعاونكم وتقف معاكم وتدعمكم نقابات تقول لك لا سبيلة إلى هذا أنت مستثمر وعندك الفلوس ما سيواجه لك من دعم أو أموال هي تمشي للمدارس العمومية خير من اللي تمشي لك اللي كنتي كمستثمر في القطاع الخاص أنا شخصيا ما طلبتش ليه مش لي كنتي كمورد غليب أنت كمؤسستي أنا ومن ورح مستثمرين لا مؤسستي أنا وكمستثمر لا أنتظر شيء كدعم مالي من الحكومة أو من الوزار بصراعة لم أطلب هذا أنا طالب دعم منه آخر أنا طالب تنظيم القطاع طالب تطوير القطاع طالب ما لا تكون فيما رؤية واضحة وسياسة واضحة في القطاع العمومي كيما في القطاع الخاص كيما في القطاع العمومي ما طالب ولو أنه أحنا تكون خلال كنا نبكري في بعض بونوت من كراسة الاستثمار معناتها مش أنه يترحت وطرح المجلس النواب هو اللي أعطاه كالكو بريفيلاج أعطاه عمل التعليم الخاص ما عمله متطبق معناتها ما أنت جمش تقول لي ما أنت جمش تقناني اللي اليوم ما فما أي مدرسة خاصة أخذات حد شيء من المعقول اليوم أنه مستثمر يجي يطلب في القطاع للتعليم الخاص من المعقول أنه يجي يطلب دعم من الحكومة في وقت اللي التعليم العمومي يعكز وأي أموال تمشي للمستثمر يقول لك تمشي لأي التعليم العمومي خير أنا قلت أنا عاود مرة أخرى ما طلبناش فماش مطلب هذا أنت ما طلبتش بس مراد أحكيلي أحكيلي على المطلب حتى كان وصلت تحكيت عليه النقابة فهو موجود حتى كان حكيت عليه النقابة يا أخي نرجو مرة أخرى أهدافنا في تونس يا أخي فمّا أسكيليا أنغاف أخي فمّا مشروع لبلاد فيها ركب تنفستي في أغلى وأعلى وأنبل قطاع يوم قطاع التعليم أنت اليوم تحارف في الجيل ومش تحارف في الجه أنت اليوم تحارف في التطور مش تحارف في التطور أنت اليوم تحارف في داعش ومش تحارف في داعش بايش تحارف تحارف في الجيل ما تنجمش ما تراو الاستثمار في التعليم أرخص بكثير من الاستثمار في الجيل شوف أنا وقتلي نسمع ولوه برنامج اجتماعي ما يساعدش نجده شوي على سياسة وقتلي نسمع أنا طلبات مش لداعش نسمع صغيرات عمرهم 16 سنة وأنتي تربي فيهم 16 سنة في المدارس وقريتهم 16 سنة في المدارس معتها موجود وجوههم في مناشير متع وزارة الداخلية ومطلوبين في قضايا إرهابية معناها اليوم نطرح ألف سؤال سمعني على التعليم جودة التعليم المقدمة اليوم كيفاش ما تنجمش تحمي شبابنا من التطرف سيهاش ما ركما تذين موضوع موضوع يطول شرحه لا ما وجبدنا احنا اليوم على كونه منظومة تربوية في حاجة إلى إسلاح نعطيك زداء مثال على كونه المنظومة التربوية والتعليمية والمناهج اللي تتقرع اليوم في حاجة في حاجة ما هيش قادرة على حماية شبابنا متطرف في حاجة وخاطب فيك المربي مراد غليب لا وخاطب فيك المستثمر نحن في حاجة نحن في حاجة إلى الاستثمار في العلم في التعليم وفي التربية في حاجة إلى مراجعة البرامج متانا في حاجة إلى مراجعة المناهج متانا نحن في حاجة إلى مراجعة كل شيء ما هو جيد نبقي عليه وما هو سيء يجب التخلص منه في أقرب الأجال واشنوه سيئة اليوعيق يعني شخويا شوف أنا مثلا في المؤسسة متاعي أنا وأكيد في الوزارة روضو موجودين في الوزارة شوف شو نقول لك أنا في الوزارة متاعي أنا تراهن المدرسة على جعل التلميذ محور العملية التربوية فالإدارة والمدرسون والبرامج والبيداغوجيا كلها مسخرة لإسعادة التلميذ رأو سالاريزان ده دوليكال إسعادة التلميذ هل اليوم التلميذ التونسي سعيد سايد التلميذ التونسي اليوم مدبر مدربوا واحدة ديبريسون بجرد ديبريسون أنا أقول لك عنده على الأقل عشرين سناكي يمشي للمكتب كانوا ماشي الكور فيه يرحم والديك إيه زمن الرجوعها ولا ماشي تجم ترجح وأنك تعطيه توقيت مدرسي ما أحسن تعطيه نشاطات أنشطة دراسية أنشطة أخرى ثقافية واجتماعية ورياضية اللي تجلبوا للفضاء ذاك كون تخلي الفضاء متاعه بفضاء محبب نفسه مش تحطه في أنت في سجن تقوله هذا كاو أي كاش عنا تعطيه مدرسي بازيك أربح يوتو سقف وقاع كل سواف في القتالة ومو من القتال الخاص رب هنين في نظمة تضافر الجهود كل عراهو ستا ما تستانش تشالانج وطني مش نتفق فيه ولا إمتى الشعب التونسي مشي فيق عراهو ما فماش واحد مسؤول على التعليم باف ماش مش لوزارة مش لوزارة أنا نقول مش لوزارة مسؤولة يا أخوية كلنا مسؤولة كلنا كلكم مسؤولا وكلكم مسؤولا عن رعيتها فمحط تكلم كلكم راعا وكلكم مسؤولا عن رعيتها نحن كما مسؤولين المعلم اليوم اللي هو في قسم داعه في العمومة مسؤول على قسم داعه المعلم بالقجة الاخرواшей مسؤول لأنه وفيش قائد يعامل قابر دي ربي في جيل غضوى كان قاش ما بعد عölib فق tema بشوالي عندك مواطن كيف انه مواطن ذاك الكاملنا ترى سعيد اكيليبري ولمشيكيليبري متوازن في التكويم تاعو مش متوازن في التكويم تاعو ولا ضربته سكيزوفريني ترى شوالي عتي تهيلو سكيزوفرين اللي قاعد ينتج توا مرد غلاب تلميذ كما قلت لك كيمشي المكتب بسبليه كورفي تلميذ يوصل للمدرسة للاعدادية وللمعهد الثانوي يعتديه على المعلم متاعه وعلى الاستاذ متاعه وعلى القيم تلميذ يفرح برشا كما يجيش المعلم ومعناها وساعات ينظموا الكل فاسعة جماعية من الكلاس تلميذ يتعاتى المخدرات ما هوش راوف نحكي لك قدام الليساء في وسط حرمت على الليساء هاوش قاعد يننضجوا شوف شوف امان ذاتو مجهود وطنير ونرجو مرأة اخرى مرأة مش مسؤولة لي مرأة غلاب مش مسؤولة لي قطاع الخاص تلي احنا نحكيه مرأة غلاب المرأة حكينا على مرأة غلاب مستثمر خلينا نحكيه خلينا نحكيه لك انا كمرأة وكنجيت انا مناتها نجم ننصح سيد ناجي جلور كنجم نعافض ونجم نساعده برابي في اللي ترى ذي مثال شانترفونسيون بسيطة هلو قاعد الحديث معاكم انتوما كخواس بخصوص الاصلاح اللي قاعد يصير اليوم على المنظومة التربوية نعرفوا حوار وطني تم اتلاقوا وقاع شكلي 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 لا يرتقي المستوى المطلوب بصراحة كنا نديري كقطاع خاص شكلي تسمعني؟ تسمعني في الحم اللي انا فيه؟ في المشاكل اللي انا فيها شنية؟ كيفاش انا نجم من القطاع الخاص نجم من نطور التعليم في العموم؟ كيفاش نجم انا نساهم كمستثمر في التعليم الخاص؟ كيفاش نساهم انا في تطوير المنظومة التعليمية كجلة لاني نشوفها ان الطائر بجناحين؟ التعليم في تونس اليوم انا مشوالي انا حبا من حبا وكاريا من نكره لانو سلالوا دي مارشي المارشي والي طالب اليوم فوزا في اونيكال بريمار في كل حومة في تونس كل حومة فيها في مدى سخاص ماشي زمن نعملو نحن واعين وانو فما اندمان دماندا قاعدين نزيكال البرجان بارتو كم دي شامبينيون كيف نعملو يجب ان تنظيم القطاع تحسين القطاع توعية القطاع هذا لانو تونس ماشي في التعليم بتاعها بيطارة وجناحين جناح في اليمين اسمه قطاع عمومي وجناح في اليسار اسمه قطاع خاص ولهذا يجب ان يعتديا لهذا ويجب ان تضافر الجهود بشك الطائرة ذاكية يقلع يجب ان تزوج لاجحة تخدم كومبلم لمو صيني ما تصل حد شيء مانا تتام زيها اللي كنشوف انا اينو كنسأني في المؤسسة ايانا نقلك تهدف المدرسة الى الارتقاب العملية التربوية التعلمية الى مرتبة افضل مما هي علي الان بالمدارس العمومية والخاصة الموجودة لساحتين جاوية والوطنية اخي اذا انا اه طموح لي انا انا مرض غليب كيش شوفها نحب نكون نمبر وان عندك مشكل ماذا ما حدش مشكل خليلا في القطاع خاص كما تقول لي تراجد حب تزكاس وبطولة ايك ولا انا في التعليم نحب نزكاس وبطولة اتفقنا كل ما بعد كيفاش خطة ذا مش كلم را مش انشاء الارتقاء بتاريخ تخديم الدروس واحترام مراحلية البداغوجية في جميع المواد امروا الكلمة ذا يا رام يا مش خاص بي انا راهو خاص بي انا بجميع المدارسة خاص خاص بي انا وخاص خاصة بالمجال العمومي في المدارسة العمومية اخينا نطور وانتي ما تطورش مو انتي تطور واني تطور وفي ذلك كان في التنافس مو تنافسون اللي يخدم خليل مساحبه سحالي اه وفي اللي يخربوا كل الترمية اللي حنا مش يكونونه ويمشي مشي والتونس مش خودوا كناش في شوق مواطن في تونس اه نورمانا مش يكون في تونس موش يخدم في تونس اه مبدأ اي بعد اينا نكون ساهمت حتى بس فر فاصل سفر سفر واحد في المياه في تكوين وتعطير ابناء تونس الصغيرات من امرتذسين حتى ينكر باكالوري شوفنيش على سؤالي هل المظاهر السلبية اللي قاعدة تنتج فيها منظومة معناها تربوية تعرج بزو ساقية شوف امانا خلينا نجابه شوف اشباع اشباع شوف اشباع عقل التنميذ ووجدانيه وجسمي وروحي بطريقة متوازنة مدروسة هل المدرسة التونسية اليوم العمومية تشبع التنميذ في نقاط هذه لا الجواب لا الجواب سفر على سفر على مياه فما حد جهد صحراء سيلو الدزار البدسة التونسية صحراء في الجوانب هاذي يرد بالك حتى لقوا نقص من تعليم التونسي ما حتى ما جمش نهد لك انا بني اكون نقول بني كلي سقاط بني كلي مش بايع في تعليم العمومي موش صحيح فيها الجوانب موذيئة مزيل قتال عمومي قادر على العطاء لكنه يزم يدخل تو للانعش ويزم يتحسن في سافيسة تعرف عشخوية مرة اسألت مسؤول لاني دار نهرة نسل مسؤول او براسي في الوزارة قلت له يا سيد المسؤول كي تبدو تبدو اليوم في التصليح التعليم قداش مش توقع دواي قال لي ترانت سنك ان قال لي انت ترانت سنك اي كارنة تونس مش تستنى ترانت سنك اي كارنة تونس حساس الصحة التعليم معناتها حساسين اقصد درجة جنب باب وزا تنظر مسيو سامعني يا انتي مش تخدم لي خدمات ذا يا خلي الشعب يخدمي انا اتعبار نفسي ابن الشعب ذا على مني جيت من المريخة انا ابن الشعب وولد ولد الشعب مانتي اسيو دون فميه تري موداست بابا كان يخدم في الشرطة نصب القيدي وامي كانت في الدار وفالها كانت من انتلاع ودرست في التعليم العمومي جسوي ركنيسان لعلت حيني ديوم اقربت الفيزة قلت ليسا معني تعليم العمومي مي الى كان سمعتني وما تتعاملت ولا ما تتحس فيك في المنبره متغش ما تغشش على تونس ما تغشش على تونس ما تغشش على تونس يا انا انا بلدي نشحوا وعندهم للكمفور نستغير بيداغوجيك ايه وسوشيال الكلب في البقية كلب لي عايش خوير عمال ديك خليش من صورة أنا بلدي دي نحب نشوف بلدي في احسن حال في اللعنك اللا اربعها بهدرجين اهلا وسهلا بكم ونجد منزلنا معكم في الجزء الاخير من حديث بلدي اليوم نزل معنا نضيفنا سيد مراد غلب مستثمر في قتاع تعليم ونحكي واليوم عالا السوجة الاستثمار في قطاع تعليم في ولاية نابل نختم معاك سيموراد في الجزء هذية اليوم كيفاش نقدره وكون نطوره نطوره في المنظومة التعليم اللي قادة تتقدم في القطاع الخاص هذه تقدر لحد الآن ما نتقدر مبادرات فردية خطر نحسه كل واحد يخدم وحده لا مش تحسه ما فاميش استراتيجية واضحة ماشين بها الناس الكل القطاع بصراحة تما القطاع غير متجانس من أصله حتى كرس شروط نخدم بها احنا والمدارس الحرة والمدارس الليبر معناتها انا وياهم فارتش كارا كيف كيف نفس القانون نفس الكرس شروط واختريوا فيه ضيم تبيريس معناتها نتجمش اليوم تحط مؤسسة متاعي أنا على قدم النوساق كما مؤسسة ما تم تربوية ما تذات سبغة انتشالية ما احترامي للخدمات اللي قدم بها تبقنا لا حتى في المدارس اللي هي تقول نحن مدارس معناتها ذات جودة نشك بعضها كان أولى وأحرى بالوزارة وانا تسند الترخيص المتاحة حسب جودة التعليم في المدارس بربي البرامج هي المعتمدة من قبل وزارة التربية بالنسبة لي أنا في المؤسسة متاعية هي برامج مثل المدرسة المدرسة تونسية تابعة تحت مظلة وزارة وزارة التعليم والتربية التونسية يعني البرامج اللي قررتها وزارة لا أنا شنو في الأهداف العامة متاحها والأهداف الخاص تفقنا مش بضرورة تحكينا على كتاب مدرسي مش كتاب مدرسي مش هو البرامج الكتاب مدرسي ستنوتيت بتخضعي اي تفقنا أنا نحقق لك نفس الأهداف تحكي نتيمي أترمان ما تتخليلي تفسح للمجال باش أنا نجتهد في طرح الدروس انتهي أنا خطر فما تزيكو الأخرين في ريفي يقريلك في مناهج وبرامج مدرسية أجنبية فرنسية ولا كنداية ترجع بالنظر للوزارة ما ترجعش بنظر لي أنا أنا بالنسبة لي في مؤسسة تاي تبين نظام تونسي في العربية في الحساب في اللي قاة في التربة الإسلامية التاريخ الجغرافية كل شيء كله تونسي في الفرنسية نحاولوا انه نجتهدوا أكتر وفي الإنجلزية نحاولوا نجتهدوا أكتر نعطي خدمات على خاطر سمحني مدرسة تونسية مؤشر عليها من وزارة التربية التونسية وتقريلي أنت في مناهج أجنبية مش نحكي عليك أنش نعطيه معنا غير ما نحبوش نعملوا أشياء خاطر مدرسة خاصة نحق وانا تخرج انت قريب مناهج أجنبية نقوله مثلا مدرسة تركية ولا مدرسة كنادية ولا خاطر فيه نوع من عندك رخصة خاصة كمدرسة أجنبية ما تتبعش تونس نعم فما تقول مدرس مثلا كنادية ولا 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 فرنسية لو خاصة في التعليم العالي أوك واضح الرخصة مدرسة خاصة ذيك ذيك أوك واضح أما تجي أنت تقولي هنا مدرسة تونسية موجودة واحدة مثلا في المرسى موجودة تقول لك أنا مدرسة معتها تونسية وكذا وخاصة وتقريلي في مناهج فرنسية دور الوزارة وأنا تراقب دور الوزارة ونتحاسب دور الوزارة بصراحة بصراحة أحنا نرجع مرة أخرى يذيك عليش نقول لك أن القطاع ناقص برشة رقابة أخي هاشم أنا في الأهداف التربية متاعي تنشيئة التنميذ تنشيئة متوازنة في إطار الحضارة العربية الإسلامية مع الانفتاح مع الانفتاح على الغير تربية التنميذ على الأتساس بالانتماء للوطن والعمل على التطويري والنهوض به في جميع المجالات ما تراه فما أهداف راو ما تجمش تبدليهم ما تجمش تقريه هنا برنامج كندا نطلع أولدي حيب تونس خيكي مش قريب برنامج كندا مش تحيم بلكندا هذي هو الاخترفين هذي هو الاخترفين خاطر ما تربيش عنده كله اعتزاز بالانتماء لبلادين هنا دور دور لوزارة وأن التعقف تتقريه على أصبيت أو تتقريه على ترشيد أنا أقول القطاع الخاص في حاجة إلى ترشيد وفي حاجة إلى تنضيج ما زالت التجربة في القطاع الخاص لم تنضج بعد ما زالت وفي حاجة إلى العمل عليه وهي مكسب زادة كيفكي في كلمة القطاع العمومي مكسب حتى القطاع الخاص اليوم مكسب تعرف أهلا في المدارس تنعنا قش مخدامي يقدمها 300 300 مش مكسبها وتخلص الأداءات منتاحها كلها مكسب يلزم برشا المدارس خاصة أخرين تمشي وتنحو نفس تمشي هذا وتعمل نفس الشي فلا بس ما تقضش جزت القشور والفترين البرانية مزينة والدخلينية في تطوير التعليم تنسيها اليوم المدارس نتعني أنا إكيفيدو تابلو انتراكتيف دون شكلها في البريمارة نبدأ من روضة 4 أو 5 عام فيهم تابلو انتراكتيف دي تابلو انتراكتيف ويجميع المواوات تدرس عبر الصبور التفاعلية شمالتك لماذا مات برامجي أنا حوالتهم إلى برامج تفاعلية لقد انت تلقين يا حسرها تلقين سن إبوك ريولي كمتلا من أنت عندي إنوتي كي تخباية جور إنوية على تطوير البرامجينات بشوردة دي ما تفهم الواجسيسي تتعليم العمومي مازال طريقة تتعليم رجعلك مزال 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 حديث بلدي نرجع لك من جديد مراد غلي بالمستثمر في قطاع التعليم نحب نختم معك أعطيني في الأخير كلمة الختام كلمة الختام أنا كل أتمنى وأنت على أعطب سندير أسايا جديد إن شاء الله ستكون عودة ميمونة لصفوف الدراسة لجميع التلاميذ في القطاع العمومي والقطاع الخاص هذي فرحة تونس هذي رسمة لتونس إن شاء الله يربي نكونوا على قدر المسئولية ونعطيه من رواحنا باش نجيل هذي ليسعد يسعد هالكتاف مثلا نحن ولكن يلزم مع الجماجي مثلا نحن كما نحن سعدنا أنا اليوم تلعت لأنه فمش كون طلعت من الجموش نخمر طريقة أنانية في البلاد ذي يجب كل واحد ياتي من روحه باش يقدم بلاد ذي كسسواه في القطاع العمومي والقطاع الخاص نأمل أنه الله يطير في عمري حتى نشوف قطاع خاص منتظم منظم واعي راشد نافع ونشوف قطاع عمومي في أحسن حال حتى ليني كيعمل خير على جميع الطبقات والناس كل تلقى فيها الغية متاحة هذيش نجم أقول حاجة بارك نستسمعك أنت ونستسمع جميع المستمعين لراديومات إلا كان انفعلت إلا كان صوتي على شوية رغم منتهم لا أمي سير خاطر نغيره على البلاد هذية وموضوع هذية يمس التونسي مباشرة يمس التونسي مباشرة الله يخليكم فلتتظافر الجهود فلنعمن سويا نعملوا كل مبعضنا اللي ينجم كلكم واقف على ثغرة اللي ينجم السدك الثغرة ذيك فليتفضل الله يخليكم من غير نقضل نصبه وهذا ربح وهذا خسر وهذا كل واحد شنونا تقلتك خيجة نخدمه شعب متعنا في حاجة وأنه اليوم يفي قرار روحه ويخدم رغم من نجمو شكونا عننا انتي تحب تعليم تعليم منتب وجودة يفو باريفيرا يفو بوكو درجان السيد الوزير اليوم أنا فاهمه فاهمه نخدم الخدمة متاعه هو على مستوى مصغر باش أنا نجمع تيك خدمت باية يجب كونا عندي إمكانيات شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك على الحضور شكرا محمد زعبر في الإخراج في لما ننصلكون قبل نهارتين بإذن الله في لما ننه حديث بلادي